يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لموسم كروي جديد يسوده الاستقرار داخل قلعة ميت عقبة وصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعنق الزمالك لقب الدور الممتاز للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه قبل أيام ماضية كما نجح الفارس الأبيض في حسم لقب كأس مصر لموسم 2020-2021 بعد استكمال منافساتها ونجح الزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة والذي يتولى ملف الصفاقات التي يبرمها فريق الكرة من إبرام صفاقات مميزة لتدعيم الصفوف على رأسها المغربي زكريا الوردي كذلك السنغالي إبراهيم انداي والمدافع أحمد أيمن منصور كذلك الاتفاق مع عدة أسماء كبرى تترقب أنصار النادي الإعلان عنها رسميا مع الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق والأعمدة الرئيسية به كذلك تدعيم الصفوف بعدد من المواهب الشابة التي منحها المدير الفني البرتغالي فرير الثقة خلال مباريات الموسم المنصرم والتي أثبتت جدارة كبيرة ويتطلع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لإنجاز كروي غير مسبوق داخل القلعة البيضاء بظفر فريق الكرة بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد عناق لقب الموسمين الماضيين اشتركوا في القناة